في الأثناء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي البدء بعملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة حيث شن ما لا يقل عن 30 غارة في محيط المخيم وفي غضون ذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة تعرض سيارة تابعة لها للإصابة بذخيرة حية خلال انتظارها الدخول إلى شمال قطاع غزة مع بداية اليوم الثامن والثمانين بعد المأهل العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة لم يطرأ جديد على الأوضاع الميدانية إذ واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة من القطاع ومن بينها مخيم النصيرات وذلك بتزامن مع اشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قصف طائرات الاحتلال النصيرات جاء عقب تنفيذ عمليات قصف لجلي على عدة مناطق في وسط وجنوب القطاع وفي استمرار لنهج إسرائيل القائم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف تعرض سيارة تابعة لها للإصابة بذخيرة حية خلال انتظارها الدخول إلى شمال قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل الحادث الأخير يأتي في ظل تحذيرات من المنظمات العاملة في غزة من استهداف موظفيها ودعوات لإسرائيل لحمايتهم تفاديا لتكرار حادث مقتل سبعة من منظمة المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية مطلع أبريل الجاري وسط القطاع رغم التنصيق مع الجيش الإسرائيلي ورغم التحذيرات الدولية لوحت إسرائيل مجددا باكتياح مدينة رفح الفلسطينية حيث أكد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بنيجانيتسا أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح مشيرا إلى أن القتال مستمر في القطاع بدرجات تختلف وفقا للضرورة والاحتياج يأتي ذلك فيما ينتظر العالم تطورات جديدة بشأن مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإلى تبادل الأسرة والمحتجزين في ظل رفض إسرائيل بعض المطالب الرئيسية لحركة حماس ومنها وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أنحاء القطاع وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم